بلد يجثو على بحر من الثروات لكنها لا تصل بأي حال إلى ربع السكان الذين يرزحون تحت خط الفقر وفق أرقام رسمية بينما تؤكد تقديرات أخرى أن النسبة أكبر بكثير محافظة ديالا نموذج لتساع نطاق الفقر في العراق ما دفع العديد من الأسر إلى المطالبة بحلول عاجلة لهم عبر شمولهم برواتب الحماية الاجتماعية وضع مادي كل اشتعبان الله شاد عليه بيوت تدخل وناس فقر هواي يأكو بيها وشغل يعني خانقين شغلة كل اشتعبان يعني ماكو شغل أبدا الله شاد عليه يعني نصاري تلت شهر ماطاق شغل أبدا أنا هو حلاق حلاق إذا بالشهر 200-300 يشتغل أنا خمسين ألف لازم أطيل الأجهة ومثلا دكاترا وهي مثلا المرأ والجاهل لازم لاعقل لاعقل فالشي تقدم للعائلة فبيت أهلي أنا قاعد ببيت أهلي قصص من البؤس والفاقة التي خلفتها سنوات من الفساد وسوء إدارة الموارد الهائلة التي تذهب هباءا دون أن ينتفع منها أصحابها الحقيقيون ومن 2014 نحن هنا وأنا أشتغل عمالة وهذا البيت قاعد بيه جار وشون نقول أشتغل عمالة وهلي القاسم الله والحمد لله وشكر ويوميتي سبع تلف تجي خمس تلف دينار وعندي ثلاثة أطفال ما أكو تعبان إلى درجة وقاعد بيه جار جار هذا متلف وهم يخل علي وما عندي وعندي يدوشتي عين هامين ما شو بياتك ما عندي عملية ما نرسح سوي لي وانتظر اليوم ما طلعت انتظر بك رحمة الله وتقول لجنة الحماية الاجتماعية التي بدأت جولاتها في ديالا إن خارطة الفقر التي أصدرتها وزارة التخطيط تظهر أن مدينتي خانقين والمقدادية من أكثر مناطق المحافظة فقرا حيث اضطرت آلاف الأسر إلى تقديم طلبات الحصول على منحة الحماية الاجتماعية هناك ما يقارب دعش ألف أسر قدمت على قاعدة الشمول الألكتروني والآن جاري البحث عنهم لغرض شمولهم باستحقاق منحة الحماية الاجتماعية إذا كانوا مستحقين لها وكانت المناطق التي أشد فقرا هي قضاء خانقين انطلقنا بهذا اليوم وبحضور السيد المدير العام موناب ريس الهيئة للبحث بعدد الأسر المتقدمة في قضاء خانقين 11720 أسرة متوزع على كافة النواحي والقرى التابعة إلها أغنى بلد وأفقار شعب مقولة تزداد واقعيتها بشكل مستمر في عراق ما بعد 2003 حيث تتواصل عمليات السرقة للممنهجة لأموال العراقيين بطرق شتى لتذهب إلى جيوب المتنفذين بينما يعيش عامة الشعب دون الكفاف بطرق شعب دون الكفاف بطرق شعب دون الكفاف